السلام عليكم مشاهدينا ومتتابعي قناة احترف العود أهلا وسهلا بكم إن شاء الله معنا عود جديد من الطراز الجميل جدا من ناحية الصوت ولا من ناحية الصناعة إن شاء الله سوف نختبر هذا العود ونرى ما هي إمكانية هذا العود وإلى أي حد يمكنه أن يصل من ناحية الترددات الصوتية ولا من ناحية جودة الخشب كما ترون السيد الأمريكي كما ترون أنواع الخشب جميلة جدا في الظهر حتى بنتبه للاستفسارات مشاهدينا عن أنواع الخشب أو بدقة عالية تواصلوا معنا على الخاص إن شاء الله هو الشحل المتوفر لجميع الدول إذا مشاهدينا كرام دعونا نلقي نظرة خفيفة على هذا العود الجميل خلونا نصنع الصوت إذا مشاهدينا كرام نبدأ بعزف بعد أجل المقامات حتى نرى ونقادم كل المقام على حدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر إذا هذا المقام معين مشاهدينا كرام حجاز كار أو نرى مثلا نعذف سلم الرص مثلا من درجة فا مثلا بالمثال ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر يجب أن نسمع قوة العود على سبيل المثال يعني حتى لا يظهر أن العود قوي في الصوت بالعكس الصوت يجب أن يكون ذو إحساس جميل جداً من ناحية الصوت من غير العازفة هو يتحكم بالإحساس ولكن الصوت العود يجب أن يكون جيد نجرب مثلاً مقام آخر نجرب مقام الصباح على سبيل المثال نجرب مقام الصباح شكراً مقام الصباح مقام الصباح نجرب مقام الصباح موسيقى 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 هذا مقام السلام عليكم وحتى نزيد مقام آخر نختار على سبيل المثال راحة الاروح حتى الانسان يقارن مقام ومقام حتى يسمع الصوت أكثر موسيقى 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 إذا هذا مقام راحة أرواح مشاهدة الكرام وربما نكتفي بهذا القدر موسيقى نتأكد من قوة العود عندما نعزف بعض الأشياء، نحاول أن نركز في السمح هناك بعض الدبدبات التي يمكن أن نطبقها على عود آخر مثلا أنا عزفت هذه الدبدبات ويمكن أن أضيف موسيقى نسمع بعض الأشياء التي تعطي إحتاج جميل على آلة العود إذا دعونا نتواصل على الخاص المشاهد الكرام وإن شاء الله يجب أن تكون الشحن متوفر لجميع الدول وبالتوفيق لنا ولجميع المشاهدين إن شاء الله شكرا لكم موسيقى